طيب زي ما الرئيس رمفوزا الرئيس الجنوب أفريقي حنى بيتسو موسماني بانتقاله للعمل في النادي الرائد في أفريقيا وفخره بأنه مواطنه يكون مدرب لنادي القرن في القارة رد بيتسو موسماني على رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ببرقية أيضا عبر تويتر شكرا جزيلا سيد الرئيس لكن هناك شخصا ما يقول أنني ليس لدي انتماء يعني واضح أنه انتقد هناك أنه ساب سانداونز وجنة دي الأهلي فبيقوله أنه الأمر مؤسف للغاية ولكن الله علمني أن أغفر حتى أستمر في السيل معلش مؤكد أن الناس اللي بتحب سانداونز وبتحب موسماني زي ما احنا حبينا جوسيت وزي ما حبينا فيلر في لحظة بيبقى في بعض الناس الرغبة في البقارة خليك معنا بقى كمل مشوارك الناجح إنما هي نقلة نقلة في العلاقات نقلة حتى في الفكر أنك أنت تقدر أنك تختار المدرب المناسب أينما كان أينما كان موسماني في موراته الأخرانية قدم أوراق اعتماده بشكل معقول مش عايزين نفرز في التوقعات دمه كتير قوي لسه ما مش عايزين نفرز في التوقعات أنا من من هذه المدرسة المتحفزة آآ لكن في مؤشرة تقول الراجل ده مناسب يلا ربنا وفقك وتلم الفرقة على هدف لأن المدرب اللي حينجح هو اللي يعرف يلم الفرقة على هدف صحيح وبعدين يبقى له مشروع لبكرة عايزين الفرقة دي وعايزين بايه من تطورها هو صعد خمسة من الناشئين آآ ده مؤشر أنه حيبتدي أتعرف على الإمكانات اللي موجودة داخل النادي أولا آآ وبعدين نشوف النواخص يستكملها الزي من البر آآ فكلها بتقول الراجل ده وقع شوية وبيش عايز يشتغل بطريقة صح آآ بدون يعني استسال لأنه يسأل حاجة على المداري بيجي يقول لك جيب لي وجيب لي وجيب لي وجيب لي صحيح إنما هو حيشوف الظروف وكلها مؤشر متخليه واقع شوية لكن أنا بقى ليه يا رجاء إن كلنا كلنا قال لنا نفرض في التوقع ويا ريت ما نجيبش سيرة الموضوع ده كتير ونسيب الناس بقى تنعم بهدوء في العمل لحد ما نخلص المشوار الأفريقي ونشوف نتيجة ايه بإذن الله